السلام عليكم شوكم طلاب ان شاء الله الكل بخير انا اخوكم وزميلكم حسان مهدي ارا احبيكم في اكاديمية المواهف الطبية يلا طلاب خلن نبدأ بمحاضرتنا الجميلة الحلوة ونقول بسم الله طلاب مثل ما تعرفون مثل ما تعرفون احنا اتكلمنا عن بكتية اسمها نيسيريا صحيح نيسيريا اها شو اسمها البكتية مالتنا اسمها نيسيريا وقلنا هاي النيسيريا هاي بكتية النيسيريا بيها نوعين اها هاي بكتية النيسيريا بيها نوعين قلنا اذا تذكرون شين ادني انواحها قلنا يابا عدنا نوع اسمها نيسيريا نيسيريا شنوه نيسيريا قنوريا ها شو اسمها نيسيريا قنوريا هذا اول نوع وقلنا عدنا نوع ثاني شو اسمها نيسيريا ميننجايتس نينسيريا ميننجايتس اوكي اوكي يا طلاب قلنا يا بعدنا بكتي اسمها النيسيريا بيها نوعين النوع الاول اسمه نينسيريا قنوريا والنوع الثاني اسمه نينسيريا ميننجايتس الان يا طلاب وفي هذه المحاضرة راح نشرح عن نينسيريا قنوريا راح نشرح عن هذا النوع الاول اللي اسمه نيسيريا قنوريا يلا تعال طلاب علي ما راح نتكلم عن نيسيريا قنوريا بسيط اسمها نيسيريا قنوريا يلا طلاب خلطيكم معلومتين اسمعويا اسمعويا خلطيكم معلومتين عن هذه البكتيريا اللي اسمها نيسيريا قنوريا معلومتين خليها في بالك طلاب هذي البكتيريا هاي البكتيريا اللي اسمها نيسيريا قنوريا هاي البكتيريا تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي هاي البكتيريا تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي أوكي طلاب هاي أول معلومة عن أني سيريا قنوريا إنها تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي يعني تنتقل من شخص إلى شخص ثاني عن طريق الاتصال الجنسي تمام هاي المعلومة خليها في جيبك هاي المعلومة ما يصد تنساها لأن راح يهواي في التهسب المحاضرة زيب شنن معلومة ثانية دكتور طلاب طلاب خلطيكم معلومة ثانية بما إن هاي البكتيريا تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي إذن البكتيريا تصيب الأعضاء التناسلية أها إذن هاي البكتيريا تصيب الأعضاء التناسلية أوكي بالإنجليزي الأعضاء التناسلية شي سموها بالإنجليزي الأعضاء التناسلية يصبحوا له جينتيلية جينتيلية يعني الأعضاء التناسلية إذن يا طلاب معلومتين كلش بسيطات حلوات عن النيسيريا قنوريا أول شي أو أول معلومة هاي البكتيريا تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وثاني معلومة إن هاي البكتيريا تصيب الأعضاء التناسلية اللي سميناها جينتيلية على موضع ما تنسون يا طلاب على موضع ما تنسون إن النيسيريا قنوريا تصيب الأعضاء التناسلية اذكروا الجي هاي القنوريا جي قنوريا يعني تصيب شنو تصيب الجينتيلية قنوريا تصيب الجينتيلية جينتيلية يعني الأعضاء التناسلية خوش يا طلاب يلا يا طلاب هس إحنا عرفنا هاي المعلومتين اللطيفتين خليون في بالكم ويلا خنبلش في المحاضرة طلاب هسا تسأل ها ها خلا أقول لكم شغلات طلاب طلاب عندي شي اسمه جونو كوكساي شوف شنو هاي جونو كوكساي طلاب النيسلية قنوريا هذا اسم طويل النيسلية قنوريا اسم طويل العلماء ايش قالوا قالوا احنا شنسوي بدان ما نسميها نيسلية قنوريا واسم طويل خلنختصر الاسم العلماء قالوا خلنختصر اسم النيسلية قنوريا وشنسميها نسميها جينو كوكساي اها إذن يا طلاب جينو كوكساي من تسمع كلمة جينو كوكساي يعني شنو قصده يعني قصده نيسيريا غانوريا يعني قصده هاي البكتيريا إذن جينو كوكساي هو الدلع جينو كوكساي هو الدلع مالة النيسيريا غانوريا خوش طلاب فها خليه في بالك ثبتها في بالك الجينو كوكساي من أقل لك جينو كوكساي يجي يكون في بالك نيسيريا غانوريا يلا طلاب خلق لكم طلاب خلق لكم هس راح تسألني تقولي الدكتور هاي البكتيريا الجينو كوكساي أو النيسيريا غانوريا علي من تتغذى هاي المعلومة لازم نعرفها لازم نعرف ان هاي البكتيريا عليما انت تغذى راح اقلب لك هاي البكتيريا تتغذى على книلكوز هاي البكتيريا هاي البكتيريا تحتاج tilde Trust متنتج طاقة اوكي إذن راح يقل لك Oxide Oxidase Oxidase Only Glycose Oxidase يعني تؤكسد هاي البكتيريا هاي البكتيريا تؤكسد تؤكسد هاي البكتيريا تؤكسد لقليكوز هاي البكتيريا تؤكسد شنو تؤكسد لقليكوز شنو يعني تؤكسد لقليكوز يعني تهضم لقليكوز وتنتج منه طاقة تمام هاي المعلومة خليها في بالك يا طلاب انه يابع الجينوكوكساي تؤكسد لقليكوز زين كلام احفظه بعد ما انساهه ضاورة ثبتلتلي اياه كلام احفظه بعد ما انساهه اقاللك بسيطة .'ها البكتير لي اسمickt لجينو كوكساي بمن بتبدى؟ تبدى بتجي زين. اش تتغدا على شنو؟ تتغدا على الجيكوز ايضا يبدي بتجي هاه جينو كوكساي اذا هاي بعد ما تنساه المعلومة الخوش تمام كللاش معلومه هاي بسيطة هاي المعلومة سانه تمان بعد هاي البك ،nica necessity شوف 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 شبيه هاي البكتير بعد يقلك يابا الجينو كوكساي شو شو شوف يقلك دفير جينو كوكساي خنكمل السطر يقلك جينو كوكساي دفير يختلف او تختلف هاي البكتيرية تختلف دفير يعني تختلف شنو انتجينيكالي فرام ذا اذار نيسيريا يعني شنو يعني بكتير تجينو كوكساي او نيسيريا قنوريا تختلف هجوميا عن باقي انواع نيسيريا ها يعني نيسيريا قنوريا يا طلاب يعني نيسيريا قنوريا مش خاننا سدي الجهاز يعني شنو يعني هاي البكتير اللي اسمها نيسيريا قنوريا تختلف هجوميا عن باقي انواع نيسيريا يعني هاي البكتير نيسيريا قنوريا لها طرق خاصة بالهجوم شوف شوف شوفارة راسو مسويلك هاي انا لا تنسأل فكرة هاي هاي بكتيرت نيسيريا قنوريا لازمة ساهم يعني جاي تهجم فهاي البكتيرية تختلف actually انتجينيكالي يعني هجوميا دفير يعني تختلف انتجينيكالي يعني هجوميا من أذر باقي نيسيريا أنواع البكتيريات الأخرى اللي يسمينا نيسيريا فهاي نيسيريا تختلف هجوميا عن باقي أنواع نيسيريا لها طريقة بالهجوم كلش ممتاز هاي المعلومة بسيطات وخلصناها خلنا نكمل شير نكمل طلاب خلق لكم وخلنا تعرف شوية على انه هاي البكتيريا شون جاي تهاجم خلنا تعرف على الأسلحة مالة البكتيريا هاي نيسيريا قانوريا هاي الجينوكوكس خلنا تعرف على أسلحتها تعالوا تعالوا خلنا تعرف على أسلحتها طلاب هاي البكتيريا أمامكم هي هاي نفسها بكتيريا تنيسيريا قانوريا أو الجينوكوكس خش خش طلاب هاي البكتيريا تمتلك أسلحة هاي البكتيريا اللي عينه تمتلك أسلحة شاية شون تهاجم أكيد عدها أسلحة تهاجم بيها فيا طلاب هذا السطح مالة البكتيريا شوف هذا الغلاف هذا الغلاف مالة البكتيريا هذا الشعلية فيا طلاب هاي البكتيريا على السطح مالتها موجودة الأسلحة الى ملاحظين ذن شوف هذا الشهن الشعراية وهذا الحمر ذن هي الأسلحة مالة البكتيريا شوف ذن طلاب هن ذن الأسلحة مالة البكتيريا هنه ذن التراكيب الخارجية او التراكيب الهجومية الموجودة على سطح البكتيريا هنه ذن الأسلحة مالة البكتيريا خوش متفقين انه الأسلحة موجودة الأسلحة مالة البكتيريا موجودة على السطح مالة البكتيريا كلش ممتاز هاي الأسلحة يلا خلنا الدور نعرف شبيه هاي الأسلحة مالة البكتيريا شتتميز أسلحة البكتيريا شنو تتميز يقول لك يا أسلحة البكتيريا متنوعة أول معلومة خليها في بالك أسلحة بكتيريا تكون متنوعة شوف صدق متنوعة أنواع مختلفة ساعة دائرية صغيرونا في أول صفة في أسلحة البكتيريا أن أسلحة البكتيريا تكون متنوعة اوكي يسروحو له هيتروجينوس يعني متنوعة او مختلثة اوكي هاي اول معلومة عن اسلحة البكتيريا تكون متنوعة بعد شنو ثاني معلومة عن اسلحة البكتيريا شفو طلاب خلاط قلق لك معلومة كلش حلو هاي المعلومة الثاني هاي البكتيريا اول جينو كوكس هاي البكتيريا دائما نتطور الاسلحة حمالتها فدفد بكتيرا لوتية نعم دائما هاي البكتيريا اتطور الاسلحة حمالتها اتغير الاسلحة حمالتها واتطور الاسلحة حمالتها على موت شنو على موت تقدر دائما تهاجم الانسان لان الانسان يهاجمها هاي هسا هاي البكتيريا مو تدخل الى جسم الانسان اوكي هذا سمسة جسم الانسان هسا هاي البكتيريا مو دخلت الى جسم الانسان جال جسم الانسان يسكت ويقعد لا انسان ما يقعد ويسكت راح يهاجمها ايضا راح يدافع عن نفس جسم الانسان ويهاجم هاي البكتيريا فيا طلاب هاي البكتيريا على متخلص من هجوم جسم الانسان شو سوي دائما تطور الاسلحة حمالتها فهي من تطور الاسلحة حمالتها تقدر يوم عن يوم تقدر تقضي على جسم الانسان وتقدر تدخل الى جسم الانسان ليش لان الاسلحة حمالتها دائما تطور خوش طلاب معلومتين عن الاسلحة حمالت البكتيريا خلنا يقول لكم هاي المعلومتين اعيدني يلا وياكم مع دومتين عن الاسلحة مالة البكتيرية اول شي الاسلحة تكون متنوعة خوش ثاني شي الاسلحة دائما تتغير وتتطور خوش كلش ممتاز يلا تعالي طلاب هس احنا شرحناها عن رسم الدور نجي نعيدكم اياها هنان كتابتين نجي عيدكم اياها كتابتين شوف شوف يقولك شوف يقولك يقولك يابا انتجينك ستركتر انتجينك يعني هجومية ستركتر يعني تراكيب او اسلحة فيا طلاب انتجينك ستركتر هي التراكيب الهجومية يا الاسلحة انتجينك ستركتر هي التراكيب الهجومية او الاسلحة اوكي يعني ذني الانتجينك ستركتر هنه ذني الموجودات على السطح هنه ذني كلمة الانتجينك ستركتر يا طلاب هنه ذنوا الاسلحة الموجودة على السطح خوش فشي قل لك هنا يا طلاب شوف خننكمل شي يقلك نفس الكلام اللي من الساحة جينه بس رائح نعيده بالكتابة يقلك يا بитель تراكيب الهجومية مالت بكتيارة النسيرية هاي أناعن نسيرية مالت بكتيارة النسيرية قانوريا شبيهة اتقلك يا بأ اسلحة الأسلحة مالت النسيرية قانوريا تكون متنوعة هاي اول صفة شو تكون الاسلحة هيتروجينوس تكون متنوعة خوش هي المعلومة قلناها بعد شبيه هالاسلحة ماذا يقولcia اند اند ايس بيها aspirational ump of the changing surface structure يعني شنو! اسلحة بكتيريا لها القدره كاب ابو يا ا jun wand على التغير على التغير والتطور اوكي maan 됩니다 اسلحة لها القدره على التغير وتطور خارج جسم الانسان zostaل داخل جسم الانسان اوكي فيترو يعني خارج جسم الإنسان فيفو يعني داخل جسم الإنسان يعني إلها القدرة على التغير هاي الأسلحة داخل جسم الإنسان واخارج جسم الإنسان أيضا تتغير زين نرجع نقول هسا فهمنا هالمعلوم نرجع نقول ليش هاي البكتيريا دائما تتغير الأسلحة حمالتها ليش عفية على ما تقدر تهاجم جسم الإنسان باستمرار وتقدر تتجنب دفاع الإنسان لأن الإنسان أيضا يدافع عن نفسه بس البكتيريلوتية اتطور من اسلحته راح تقضي على دفاع الانسان لان اتطورت الاسلحة فتقضي على دفاع الانسان يقلك هنا هاي الاسلحة جاي يتطور نفسه ليش to الى avoid الى تجنب host defense الى تجنب دفاع الانسان host يعني انسان defense يعني دفاع على موت تتجنب دفاع الانسان جاي تتطور انا متتجنب دفاع الانسان تمام طلاب خوب واضحة كل السهلة ايا طلاب هسه يجيني طالب بطل يقلي دكتور هسه انت قيت البكتيريا عدها اسلحة زين شنها هاي الاسلحة وضح لنا اياها وضح لنا اسلحة البكتيريا شننه ها تعالف 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 خلنا نراويكم اسلحة البكتيريا شنه هنه تمام طلاب شوف اش عدي هنا هانا يقلك شو قللك هنا يقلك surface structure surface يعني سطح structure يعني تركيب اوكي اذن تركيب structures يعني تركيب اي تركيب السطح تركيب السطح مالة البكتيريا يعني يعني التراكيب السطحية مالة البكتيريا اللي هستونه قلناهن قلنا ياابه التراكيب السطحية هنه دني هنه دني التراكيب السطحية مالة البكتيريا اللي هنه نفس هنه الاسلحة الأسلحة إذن يا طلاب surface structures التراكيب السطحية هنا نفس الأسلحة مالة البكتيرية أوكي طلاب يلا خلنجي نتعرف على الأسلحة مالة البكتيرية أو التراكيب السطحية أول سلاح للبكتيرية أول سلاح لبكتيرية أو النيسيا قانوريا أول سلاح يسوح للبلاي هذا أول سلاح يسوح للبلاي بلاي أوكي خلنا راويكم البلاي على الرسم تعالوا تعالوا يا طلاب البلاي على الرسم هو هذا اللي يشبه الشعرة هذا 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 هو البلاي هذا هو التركيب أو السلاح الموجود على سطح البكتيرية اللي يشبه الشعرة هو هذا يسحوله باللاي يسحوله باللاي طلاب انا مو بس افهمكم ايه دا احفظكم اثناء الفهم اكي ارتد وياي اذا هذا يسحوله شين يسحوله بلاي اوكي يا طلاب يسحوله باللاي اذا هو شنه هو تركيب يشبه الشعر موجود على سطح البكتيريا اوكي يا طلاب شوف شيف قلك البلاي او اسمه ثاني سحوله في مبرية اوكي بلاي او فنبرية اسمه الثاني سحوله فنبرية هو نفس ذاك التركيب يشبه الشعر تعال خلنجي للتعرف نفس الكلام يقل لك البلاي are hair like abandage hair البلاي هو hair like abandage يعني شنو hair يعني شعر او شعرة like يشبه abandage يعني بروز ها اذا تركيب البلاي او سلاح البلاي هو بروز يشبه الشعر تعال شفوه هو صديق بروز يشبه الشعر هادو بروز يشبه الشعر اها اها هذا البلاي شنو وظيفته انت راح تسألني تقولي دكتور هذا التركيب اللي اسمه باللاي شنو وظيفته شنو شنو وظيفته راح اقلك الى وظيفتي بالبكتيريا الى وظيفتين بالبكتيريا هذا السلاح اللي اسمه باللاي شنو وظيفته اول وظيفة الى هذا يا طلاب اول وظيفة الى هذا البلاي هو الارتباط ها اول وظيفة هو هي الارتباط 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 اذا هذا يا طلاب هذا 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 التركيب اللي يشبه الشعر راح يساعد البكتيريا على الارتباط والله وارد اذا هذا التركيب الاول يساعد البكتيريا عليما على الارتباط وين ترتبط البكتيريا؟ ترتبط في خلايا الجسم من تدخل الى جسمنا البكتيريا مو تدخل الى جسمنا تحتاج ترتبط في الخلايا ملاتنا هاي البكتيريا تحتاج ترتبط بالخلايمات الجسم مالتنا فشلون ترتبط هاي البكتيريا بالجسم مالتنا؟ شلون ترتبط عن طريق هذا البلاي والله وارد اوهو والله وارد اذا يا طلاب الوظيفة الاولى للبلاي اعيدوا اياكم الوظيفة الاولى للبلاي هي شنو؟ هي الاتاتشمنت attachment يعني الارتباط إذن هاي وظيفة الأولى attachment ارتباط أوكي خليها في بالك زيان راح تسأل تقول دكتور تقيد وظيفتين إلها هاي وظيفة وحدة الوظيفة الثانية شنية راح أقل لك تعالي تعالي بسيطة الوظيفة الثانية الوظيفة الثانية مرتل بالله هي resistance to phagocytosis شنية هاي شنية هاي resistance to phagocytosis وضحنا إياها دكتور ما افتهميته شنية هاي resistance to phagocytosis اي نعم هاي الوظيفة الثانية اسمها resistance to phagocytosis شوفوا طلاب resistance يعني مقاومة ها resistance يعني مقاومة to إلى phagocytosis يعني البلع مقاومة البلع هذا البلع راح يمنح البكتيريا على إنها تقاوم عملية البلع عملية الفاقوصيتosis اللي هي عملية البلع تعال أفهم لكم إياها على الرسم أنا لازم أرصب لكم إياها لأفهم لكم هاي المعلومة تعالوا تعالوا إياه تعالوا إياه يا أبطال الورود تعالوا إياه يا حلوين تعالوا تعالوا هاي هاي البكتيريا هاي هاي البكتيريا اللي هي إياه إلى جسم الإنسان زيان الإنسان شي سوليه جسم الإنسان شي سوي له يقعد و يسكيت لا جسم الإنسان ما يقعد و يسكت لا مازم شي سوي جسم الإنسان ويردزلها خلايا مناعيه ها جسم الانسان من هاي البكتيريا دخلت الى جسم الانسان جسم الانسان اش راح يسوي راح يدزلها خلية مناعية على مودة شنو على مودة بتلاحة هسه عرفشين عملية البلع اي نعم عملية البلع هسه هذا جسم الانسان يسوي جسم الانسان من دخلت هاي البكتيريا الى دزلة 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 هاي الانسان جسم الانسان دز هاي الخلية المناعية هاي الخلية المناعية دزاها الانسان او جسم الانسان على مودة الدافع خش شي اسم هاي الخليه المناعية اسمها نيتروفيل اوكي هاي الخليه المناعية اسمها نيتروفيل هاي الخليه المناعية شي سوي ها شي سوي هاي الخليه المناعية هاي الخليه المناعية راح تبتلع هاي البكتيريا ها هاي الخليه المناعية شي سوي بشكل طبيعي هاي الخليه المناعية لذا زاهت جسم الانسان راح شي سوي راح تبتلع هاي البكتيريا اوكي وتاكلها وتموتها هي هاي وظيفة الخلية المناعية لذات زاهج جسم الإنسان على متبتلع البكتيريا زين عملتي الابتلع شي سحولة السحولة الفاقو سايتوسيس هس هذا الشغل بالشكل الطبيعي لكن يا طلاب لكن يا طلاب الأحبة هاي البكتيريا اش تمتلك تمتلك بالله تمتلك تمتلك سلاح تمتلك بالله هذا اللي أنا أزرق هذا بالله هذا شنو هذا بالله هذا شراح يسوي البلله اللوتي شراح يسوي هذا السلاح راح يشرد البكتيريا عن عملية البلع يشوف يشردها يشردها يخليها تشرد شو تشرد هذا البلله شو شف طلاب هذا البلله اللوتي هذا البلله هذا هذا البلله شو سوي راح يشرد البكتيريا راح يشرد البكتيريا يشاردها يخليه تهرب يخليه تهرب عن عملية مالة الخلية المناعية يخليه تفلت تفلت تشرد شردت هسا يعني شنو يعني شنو يعني شنو يعني شنو يعني البكتيريا سوت يعني البكتيريا قاومة الابتلاع سوت resistance الى شنو الى الفاقوسايتوسيز شفت شون قاومة الابتلاع شنون قاومة الابتلاع هاي البكتيريا عن طريق شنو عن طريق هذا السلاح اللي اسمه بلاي خلى للبكتيرية تقاوم الابتلاء اذا يا طلاب وظيفة البلاي شنو اول وظيفة هي الارتباط يخلي البكتيرية ترتبط وثاني وظيفة شو يسوي عفية يقاوم الابتلاء يخلي البكتيرية تقاوم الابتلاء او يشردها خوش كلش ممتاز زياد بعد معلومة يا طلاب هسه هاي واضح خوب كلش واضحة تعال طلاب بعد معلومة شنو يا طلاب بعد شنو المعلومة الثانية يقول لك يا ابا there are made up of sticked blind protein يقول لك شنو يقول لك يا ابا ترى هذا 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 البلاي هذا التركيب اللي اسمه باللاي يتكون من مجموعة من البروتينات يتشو واحدة بالثاني مرتبطة واحدة بالثاني بروتينات واحدة مرتبطة بالثاني ويسون هذا الشكيل إذن البروتينات واحدة مرتبطة بالثاني هذا البروتينات الواحد شي سوحوله باللين باللين بروتينات إذن يا طلاب البروز البلاي هذا السلاح مين يتكون يتكون من بروتينا confident البلاي يتكون من بلاي بروتينات هذا السلاح الأول ختمنا وحركناه حرك بسيط جدا يلا نجي يا طلاب الى السلاح الثاني الموجود على سطح البكتيريا السلاح الثاني او التركيب الموجود على سطح البكتيريا هذا التركيب يسوحوله البور او يسوحوله البور بروتين شي سوحوله السلاح الثاني يسوحوله بور بروتين بور بروتين البور يعني ثقب البور مثل بوري البوري ثقب يعني بوري يعني ثقب نقول ثقب بروتين يعني بروتين الثقب هذا البروتين يا طلاب موجود على سطح البكتيريا خليه وضح لكم ليس سمينا هذا البروتين انه بروتين الثقب هذا البروتين هو هذا هذا البروتين هو هذا نفسه البور بروتين هذا البروتين اللونه احمر هو هذا البور بروتين شبيه هذا البور بروتين طلاب بين اسمه ثقب من اسمه بروتين الثقب هذا البروتين راح يثقب لي ويثبت في جدار شنو في جدار الخلية اوكي راح يثقب لي جدار الخلية ويقعد بجدار الخلية يعني هو هذا البروتين راح تلقاه ثاقب جدار الخلية مسوي لي ثقب بجدار الخلية الخلية يعني العفو في جدار البكتيريا اوكي هذا البروتين يا طلاب مسوي لي شنو مسوي لي ثقب في شنو في جدار البكتيريا خلنا نرسمه هنا بعد. شمسوي لي مسوي لي الثلث قب هيجية بالضبط مثل هيجي. اوكي هذا هذا الرسمت هنا او شوي اوضح. شوفو طلاب. هذا البروتين اللي مسوي لي ثقب بجدار الجسمه في جدار البكتيريا ويسحو لبور بروتين. شوفو طلاب خلنا رسمه هنانا. شوفو يمسوي لي ثقب. خش. اذا يا طلاب. اول شي او اول معلومة عن هذا البروتين شي يقلك يقلك يابه هذا البور بروتين هذا البروتين يمتد يمتد ثرو خلال جينو كوكال سي المنبرين يعني شنو يقلك هذا البروتين يمتد خلال جدار الخلية او نقدر نسميه هذا البروتين يثقب نقول لي جدار الخلية اكستنت نقدر نقول يثقب خلال نقول احلى اذا هذا البروتين يثقب او مسوي ثقب خلال خلال اكستنت يعني مسوي ثقب خلال شنو خلال سل منبالين خلال جدار الخلية منبالين يعني جدار سل الخلية غونوكوكل يعني بكتيريا اوكي يعني جدار خلية البكتيريا اللي يسميه غونوكوكل اذا اعيد هذا البروتين هذا البروتين شنو هذي راح يسوي لي اكستنت راح يسوي لي ثقب خلال جدار الخلية وضحنا شفت شلون يمسوي لي هذا البروتين هو عبارة عن بروتين يمسوي لثقب خلال جدار الخلية هاي المعلومة واضحة بعد زين برأيك يا طلاب برأيك يا طلاب هسه هذا شنو وظيفته هذا البروتين او هذا التركيب الموجود على السطح مات الخلية هذا اللي يسميه بور بور بروتين شنو وظيفته هذا البروتين الثاقب اللي ثاقب لجدار الخلية برأيك شنو وظيفته تخيل تخيل اللي وظيفته عفية ورد اللي قال لي على مود يسمح للمواد تدخل إلى داخل البكتيرية وأيضا يسبح للمواد على مود تطلع إلى خارج البكتيرية فيا طلاب هذا هذا البروتين الثاقب لجدال الخلية يسمح لمرور المواد إلى داخل الخلية وإلى خارجها هذا وظيفته يعني يدخل للأكل إلى داخل البكتيرية ويطلع للفضلات من داخل البكتيرية إلى الخارج فهو مثل مثل الثاقب يدخل خلال الأكل أو يدخل خلال المواد إذن الوظيفة مالة البور بنسمه بعد مبين ثاقب يعني يمر مواد إذن البروتين وظيفته وظيفته شنو وظيفته شنو وظيفته يسمح لي بمرور بمرور يعني المواد المواد راح تدخل أنتر تدخل إلى الخلية مات البكتيرية أوكي هو هذا وظيفته يسمح لي أنه يمرر المواد خلاله خوش كلش ممتاز بعد بوظيفتين هو هزا هاي وظيفة أولى الوظيفة الثانية شنو الوظيفة الثانية يا طلاب هذا البورو بروتين وظيفة الثانية راح يوقف عملية النيتروفيل أوهو شنو هاي نعم البرو بروتين هذا البروتين الثاقب أو بروتين الثاقب شي سوي راح يوقف عمل خلية النيتروفيل يا هي الخلية النيتروفيل شنو النيتروفيل عفيا الخلية المناعية الخلية المناعية اللي مساعد جسم تزاه هاي هاي شو اسمها اسمها النيتروفيل شنو النيتروفيل يعني الخلية المناعية مالة الجسم مالة الجسم مالة الجسم أوكي هذا البورو بروتين اللوتي هذا البورو بروتين اللوتي راح شي سوي راح يوقف عمل شنو عمل النيتروفيل رح يوقف عمل الخلية المناعية. شوف الى وظيفتين هذا. اوكي يا طلاب. يا طلاب كلش بسيطة هاي المعلومات اوكي. اوكي. شوف انا يا طلاب حددت لك هاي المعلومة وحددت لك هاي المعلومة. اذا عنا مو تتعرف ان هزا هده الكلام ماكو داعي هزا تعرف انت. اوكي نحن نجي نشرحها بال.. يعني بالمحاضرة. يعني جوه. من نتقدم المحاضرة. رح نجي نشرحها على مو التفهم عن الصحيح. هزا ما لك علاقة بهذا كلام بس اريدك تفهم لي هسه شنو تفهمني انه البورو بروتين هذا البورو بروتين الى وظيفتين الوظيفة اولى اشي يسوي يدخل المواد داخل الخلية والوظيفة الثانية شي يوقف يوقف عمل الخلية المناعية اللي يسمها نيتروفيد تمام طلاب تمام هسه صار ادي السلاح الثاني شبيه مضبوط يلا خنكمل الاسلحة يا طلاب يلا يا طلاب خنكمهم الاسلحة معالتنا خنكمل التراكيم السطحية معالت البكتيريا اللي يصنرية قرنوريا يلا يا طلاب السلاح الثالث او التركيب السطح الثالث معالت البيكتيريا اسمها ابا بروتين ابا انا الصحolved uba ابا bi protein اذا السلاح الثالث الصحナم شوفوا طلاب الرقم السؤولة هاده أحد هاي الأسلحة يسوحوا له بوحس مثلا هذا يسوحوا له أبا بروتين ها أوكي موجود على سطح ماتل شنو ماتل بكتيريا خلني جي يا بطلاب خلني جي نعرض هذا الأبا بروتين شنو وظيفته شنو وظيفة هذا السلاح شوفوا طلاب أنا سويت لكم مثل مخطط ليش على مدع أدربكم معلمكم وشون يسوون مخططات وتستنبطون الكلام المهم شوفوا هذا السطرين سويتك على شكل مخطط على أول شيء سهل عليكم فهمهم وحفظهم وايضا أعلمكم شون يسوون هيك مخططات السهل عليكم وتبقى في أثانكم شيب الله الأبا بروتين هذا البروتين الموجود على سطح البكتيريا هذا البروتين وهذا السلاح الموجود على سطح البكتيريا إلى وظيفتين أها إلى وظيفتين أول وظيفة راح يساعد البكتيريا على الارتباط مع خواتها اه شي سوي يسوي يعني شنو يعني يخلي يعني يربط يربط البكتيريا مع خواتها مع الكلانيز خواتها يعني شلون خلا اوضح لكم اكثر طلاب عدي مصطلح اسمه الكلانيز خلا اوضح المصطلحات ونرجع للمعلومة نفهمها اكثر شوف طلاب عدي مصطلح اسمه الكلانيز خلنا نجيل هنا شي اسمه الكلانيز الكلانيز يعني شنو يعني المستعمرات المستعمرات خلنا نكتب بعد خلنا نكتب نابل ورقة فارغة عدي شي يا طلاب اسمه كولانيز المستعمرات مستعمرات البكتيريا يسرحوا لها كولانيز يعني شنو مستعمرات البكتيريا يعني شي طلاب يعني عبارة عن مجموعة من البكتيريات من البكتيريات النيسير قانوريا نيسيريا قانوريا اوكي اوكي مجموعة من ذن البكتيريات مرتبطات مع بعضهن وصارت على شكل مستعمر هدف شوف وحدة بصفه الثاني مرتبطات مع بعضهن اوكي اوكي ووش غاعدات سوية ومسويات لمة حبايب انااصح لها المستعمرات مجموعة للمة حبايب لمة حبايب بكتيريات قاعدات وحدة بصفه الثاني ومرتبطات وحدة بالثاني اوكي لمة حبايب مسويات شنو مسويات مستعمرة فهاي لما مات البكتيرية يا طلاب هي يسوح لها الكولونيز هي يسوح لها المستعمرة او يسوح لها المات الحبايي بكتريات وحدة بصفة الثانية قاعدة طلاب هنا شنو البكتيريات الموجود على السطير شنوه اللي يخلي ذن البكتيريات مرتبطة وحدة بالثاني شنوه عفية بروتين الأبب الموجود على السطح أوكي هذا بروتين الأبب الموجود على سطح البكتيريا راح يربط البكتيريا بالثانية أوكي أنا أنا مو قلناها أكو بروتين اسمه أببا هذا أببا بروتين موجود على سطح البكتيريا أسه هاي البكتيريا هاي البكتيريا خوش موجود على سطح حشنو موجود على سطح ماليتي هذا الاخضر هذا بروتين سحولة ابا شي سحولة ابا بروتين خوش اوكي وهاي البكتيرة الثانية هم موجود على سطحها هاي البكتيرة الثانية هاي البكتيرة الثانية هم موجود على سطح حشنو بروتين ابا فابا يم ابا ارتبطا فيا طلاب هسه نفتهم انو بروتين لابا ابا بروتين هذا راح رح يربط لي الخلايا ويسويهم مستعمرات رح يربط لي بكتيريات واحدة بالثاني بالمستعمرة يربط لي البكتيريات واحدة بالثاني وكي يا طلاب هسه عرفته هست فهمتوا انتوا هس الكلام هذا شوفوا هسي لا نرجع نعيد هاي الفقرة نفهمها شوف شي قللك يقل لك يا با بروتين وظيفته اول وظيفة راح يربط لي ها التاجمنت يربط لي هذا الابا بروتين شي سوي راح يربط لي التاجمنت يربط لي القونوكوكاي يربط لي بكتيات القونوكوكاي بالمستعمرة ها يربط لي يربط لي اهوية خواتها بالمستعمرة اوكي اوكي زين هاي اول نقطة اول فائدة لبروتين الابا زين زين ثاني فائدة او ثاني وظيفة لبروتين الابا شنو ايضا يا طلاب و هاذا بروتين الوبة ، راح شثوا راح يربط لي البكتيرية بخلية جسم ها اه اذا ايضا يعني هذا البروتين مو بس يربط البروتينات اه عفوا مو بس يربط البيكتيريات واحدة بالثاني لا. وايضا هذا البروتين ايضا شثوا راح يربط لي�لا يربط لي البكتيرية بمن بخلية الجسم . wan تدخل البيكتيرية الى جسم إنسان بروتيني الأوبا يساعد هاي البكتيريا على إنها ترتبط بخلية جسم إنسان تمام طيلا تمام فيها هاي وظيفتين كل ش بسيطة صراحة أبو الأوبا يلا عيد وياي الأوبا شنو فائدتها يلا عيد وياي حباب الله يخليك عيد وياي يلا بروتيني الأوبا شنو فائدت راح تقل لي بيه فائدتين أول شي يربط لي بكتيرة القونوكوكل بالمستعمرات بالمستعمرات البكتيريا خوش واضح عاشتتك بعد ودقل لي يا بروتيني الأوبا ووظيفتها الثانية يربط لي يربط لي التاجمت يربط لي البكتيريا بمن بخلية جسمي إنسان أقل لك ممتاز كل ش ممتاز أوكي وهذا السطرين يا طلاب هاي السطرين نفسهم طبق الأصل هذا المخطط بس أنا سويت على شكل مخطط لأن الكلام حلو ومتناسق فسويت على شكل مخطط أنا ودسهل عليكم الفهم والحفظ أوكي طلاب أوكي يلا هذا السلاح الثاني اللي اسمه أوبا بتجيب خلص كلش بسيط يلا نجي للسلاح اللي بعده والسلاح الرابع والتركيب الرابع الموجود على سطح البكتيريا شي سوحوله يسوحوله RMB شي سوحوله يسوحوله RMB أوكي أو مرات يسوحوله بروتين 3 أوكي بروتين 3 خوش البروتين اللي اسمه RMB اللي اسم ثاني يسوحوله بروتين 3 أوكي على وما تنسى إنه هذا RMB هنا ثلاث حروف واحد ثانية ثلاثة صح إذن ثلاثة فهو نفسه بروتين 3 ثلاث حروف هو نفس البروتين 3 على وما تنساه أوكي فهذا السلاح أو هذا التركيب يا طلاب هذا السجل يمه خليش خلي معلومة يمه هذا سجل يمه البروتين سجل المتغير سجل يمه المتغير ها هذا البروتين شي سموه يمه هذا السلاح شي سجل يمه هذا ال RMB شي سجل يمه سجل يمه كلمته المتغير هسه قليلكم ليه سميته أنا هذا متغير شوفه طلاب خلينا نكمل بالقرائه قليت شو is a reduction modifiable protein اللي هو ال RMB يعني هاي شنو معنى هاي RMB شنو كلمة ال RMB هي نفسها شنو معنى هاي اللي هي نفسها RMB اختصار المن هاي ال RMB اختصار الى reduction modifiable protein أوكي فهاي الكلمة هي مختصرها RMB زي شنو يا طلاب التحفظ المختصر ما يحتاج احفظ بس المختصر أوكي يلا هذا شبيه هو هذا هذا البروتين يسمينا متغير شو 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 يقل لك هذا البروتين change راح يتغير الوزن مالته MW MW يعني molecular molecular weight أوكي molecular weight يعني الوزن weight يعني الوزن molecular الجزائي الوزن الجزائي أو الحجم الوزن جزائي أو الحجم أوكي فيا طلاب هذا البروتين هذا البروتين الاسمه RMB راح يتغير الحجم مالته اذا شنو اذا كانت الظروف مو مناسبة ها هيا بسيط هذا الروتين متغير مو مباشرة إ gratuit يغير حجمه يقلل حجم يقدر نقول لذلك يا طلاب لذلك ان سميته هو هذا البوتيني اللي اسمه RMB سميته المتغير ليش لان راح يغير يغير الحجم مالتش وقت من يصير من تقلل الظروف من يصير الظروف غير مناسبة من يصير الظروف غير مناسبة من يصير الظروف غير مناسبة هذا البروتيني ال RMB سيغير الحجم مالته لذلك انا قلت لكم سجل يمه المتغير هل طلاب كل ممتاز بعد يا طلاب هذا شبيه هذا البروتيني ال RMB مثل ما قلت لكم يا طلاب هذا البروتيني هو متغير ما يعرفوه اشي يريد متغير خوش شين المعلومة الثانية بيه بما انه متغير يقول يابا انا اسمي بروتين وموجود على سطحك بكتيريا خلني اصوي وظيفه خلي اغير روحي وصوي وظيفه اغير من نفسي اغير من طبعه وصوي وظيفه فهذا البروتيني اش قال قال شوية خلي اغير روحي واروح شينو واروح ارتبط ارتبطوا ياامن ارتبط مع بروتيني اللي اسمه بور تذكروا البروتيني الثقوب اوكي البروتيني الثقوب هذا الار ام بي هذا بروتيني الار ام بي راح شنو راح يرتبط مع بروتيني البور وش يسوون يسوون ثقوب في جدال الخلية اوكي اوكي شفت يا طلاب في جدار الخلية فهذا الحمد لله والشكر هذا المتقير طلع على وظيفه السو، هنعيد في وظيفته السوا قال يا با ما نضع الدخول أسرت transit مع بروتين البور مع بروتين الثقوب شي سوون على مود يسوون فورميشن يعني يسوون يسوون بورز يسوون الثقوب وين بجدار الخلية بسطح الخلية أو جدار الخلية سير يعني خلية سيرفس يعني سطح اوكي فيسوون الثقوب في سطح الخلية تمام طلاب تمام كما وضحنا من الرسم هذا السلاح اللي بعد اللي اسمه RMB صار ايضا بجيه بسيط خلنا راجعانه هذا ال RMB هذا بروتين RMB قلنا اسمه المتغير ليش لان راح يغير الحجم مالته من الصير الظروف غير مناسبة خوش خوش والذور السوونة قلنا اسمه متغير ليش لان شي سوي لان راح يغير وقال يا با انا راح اغير من حالي واروح ارتبط مع بروتين اللي اسمه بور واسوي ثقوب واساعده واسوي ثقوب في جدار الخلية طلاب واضحة ايلا طلاب خلنا نجي ناخد هذا السلاح العظيم ها هذا السلاح العظيم او التركيب الموجود على سطح الخلية البكتيرية شو اسمه هذا السلاح او التركيب السطحي شو اسمه هذا السلاح او التركيب السطح العظيم هذا يسيحوله لايبو اوليغو سكرايد خنفصخ الاسم ماته هذا السلاح طويل اسمه طويل خنفصح خنفصخ الاسم ماته اسمه لايبو اوليغو سكرايد لايبو يا طلاب يعني دهن او دهون لايبو دهن او دهون اوليغو يعني قليل سكرايد يعني سكريات اوكي فيا طلاب هذا السلاح هذا السلاح اللي اسمه لايبو اوليغو سكرايد هو تركيب او سلاح يحوي على الدهون وقليلا من السكريات هو هذا السلاح موجود على سطح الخلية يحوديهن وقليل من السكريات هو هذا التركيب ماته التركيب ماته ماته هذا السلاح يحوذيهن قليل من السكريات طلاب طلاب خلوا وضحوا لكم فد معلومة على الملف الإضافي طلاب واقعين أنا عندي تركيبين سلاحين واحد اسمه اللايبو أوليغو سكرايد اللي هو من الساحة قلنا اللايبو يعني ديهن وليدو قليل سكرايد يعني سكريات وعدي مصطلح آخر أو تركيب آخر أو سلاح آخر اسمه شنو اسمه اللايبو بولي سكرايد ها هذا شو اسمه اللايبو بولي سكرايد لايبو ديهن بولي يعني كثير ها بولي يعني كثير سكرايد يعني سكريات فهذا يا طلاب السلاح الثاني اللي اسمه اللايبو بولي سكرايد هاذا السلاح يحوى على الدهون وكثيرا من السكريات اوكي بينما السلاح ما لاتناش اسمه اللايبو أوليغو سكرايد يحوى على دهون وقليلا من السكريات زي هس راح أصلك سؤال يا طلاب شنو الفرق بين هذا السلاح او بين هذا التركيب اللي اسمه ليبو اوليغو سكرايد وشنو فرقة عن هذا السلاح او هذا التركيب اللي اسمه ليبو بولي سكرايد خلى وضح لك الفرق معلتهم طبعا الفرق معلتهم هو تركيبيا بالتركيب الفرق معلتهم هو تركيبيا طلاب بالنسبة لللايبو ما ده ليش مساحته ليبو اوليغو سكرايد هذا يا طلاب هذا التركيب شوف تعال خلنا نجي للتركيب بشكل بشكل دقيق شوف هاي الخلية البكتيرية وهذا هو السلاح موجود على السطح طلاب اللايبو أوليغوسكرايد اللايبو أوليغوسكرايد هذا راح يتكون راح يتكون من راح يتكون من تركيب اسمه اللي هو هذا اللون أسود هذا التركيب شوف هذا التركيب هاي اللون هاي أسود هذا يسرح للليبيد أي وأيضا يتكون من ذلك التركيب بشكل دائري يسرح للنكور هذا شنو هذا هو اللايبو أوليغوسكرايد خوش خوش بينما يا طلاب اللايبو بولي سكرايد هذا من يتكون هذا يتكون من الليبيد أي أيضا هذا يتكون من من الليبيد أي أيضا هذا تركيب الليبيد أي وبعد مين يتكون يتكون من ذن الزرق اللي هو كور وبعد مين يتكون يتكون من هذا اللون أحمر هذا هذا الطويل هذا هذا اسمه أو أنتجين آها إذن هذا شو اسمه اسمه أو أنتجين شوف هنا أنا يا طلاب في اللايبو في هذا التركيب القديم اللي اسمه اللايبو أوليغوسكرايد كان ما بي أو أنتجين ماكو ماكو هذا الطويل اللي هنا هذا هذا اللي هنا ماكو أوكي ما بي لا بي فقط ليبد أي وكور بين ما يا طلاب اللايبو بوليسكرايد هذا شو يحوي لا يحوي ليبد أي وكور أو أنتجين وتركيب اسمه أو أنتجين إش طولان يكون أوكي هو هذا الفرق يعطلب الفرق 1 طلاب إنه لايبو بوليسكرايد هذا بتركيب مالته يحوي لي أو أنتجين وهذا اللايبو ما يحوي على انتجين هو هذا الفريق تمام طلاب يلا طلاب ايه طلاب فاسة تمام اوكي ها واضحة المعلومة كلش بسيطة بعد شنو خلنا قللكم بعد معلومة طلاب هذا اللايبو هذا اللايبو اولييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ونذكرك بالقانورية على ما تنسى انه هذا اللايبو أليغو سكرايد هو سلاح موجود بالنيسرقانورية خوش بينما يا طلاب السلاح اللي يسميناه اللايبو اللايبو بولي سكرايد لا هذا وين موجود موجود في بكتريات خاصة ثانية في بكتريات ثانية بعيدا عنها هسه اسم ذنبكتريات اسمها انتيريك جرام نيغاتيف رود اكو بكتريات معاوية انتيريكي عن معاوية يعني موجودة بالجهاز المعاوي او بالقامعا انتيريكي عن معاوية رود عصوية اوكي يعني ذنبكتريات المعاوية يكون عصويات يكون شكلهن عصويش شكلهن عصوي يعني مو دائري لا شكلهن عصويه وقرام نيغاتيف تعرفوها بعد اوكي طلاب فطلاب اللايبو بولي سكرايد وين موجود هذا السلاح هذا السلاح موجود في بكتريات خاصة يسرحو لن انتيريكي جرام نيغاتيف رود اوكي بينما الايبو اوليغو سكرايد هذا موجود بالبكتيريا مالتنا اللي سمينيسية قانورية تمام طلاب تمام هسه هاي وضحته لكم بسيطة صراحة كلش بسيطة تعالوا خلنرجع لمالتكم هذا شوفوا طلاب ايضا مخطط لطيف جدا عن هذه الفقرة شوفوا طلاب طبعا مثل ما اتفقنا انه اللايبو بولي سكرايد هذا اللايبو بولي يعني كثير يعني هواي هذا اللايبو بولي سكرايد ايش قلنا قلنا ايش يحوي يحوي على او انتجين اوكي بينما اللايبو اوليغو سكرايد هذا ما يحوي هذا ما يحوي على او انتجين اتفقنا خوش طلاب خوش زيط خلانا اجيلي المخاططة الي سواته الكماني طلاب ايين ما اللايبو بولي سكرايد ايان لايبو بولي سكرايد موجود في بكتيريات اسمه انتيرجرام نيك تيف روود اوكي بينما اللايبو اوليغو سكرايد الي هو هذا السلاح منالتنا الي่نتحدث هسة عنها اللايبو اوليغو سكرايد هاي وان موجوده موجود بالنسي قنوري او القونوك اوكاي وقلنا جي بجي اوكي طلاب اوكي بعد ما افتهمتوا طبعا هاي الهوسة هي نفسها هذا المخطط هي نفسها المخطط اللي هاي سوضحت لكم طلاب بعد اقوم معلومة اريد اتخلوها في بالكم كلش معلومه هنا هذا يا طلاب اللايبو سكرايد هذا يا طلاب هذا السلاح هذا السلاح اللي هو سد نحجع عنا هذا اللايبو اوليغ هو هذا حديثنا اللايبو اوليغو سكرايد هذا السلاح يا طلاب هذا السلاح يعتبر سم داخلي هذا السلاح الموجود بالبكتيرية يعتبر سم داخلي هذا كلش كلش من الاسلحة الخطرة لجسم الانسان هذا يعتبر سم داخلي اوكي هذا اللايبو اوليغو سكرايد يعتبر سم داخلي يصبح لها اندوتوكسيك توكسين او توكسيك توكسيك يصبح لها اندوتوكسين اندو يعني داخلي توكسين يعني سم سم داخلي اندوتوكسين يعني سم داخلي فيا طلاب اللايبو 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 هذا شي يعتبر يعتبر اندوتوكسيك السم دخلي الصلاة هو سلاح رهيب لتفهم سم دخل فأرس PA داخلي يعني يعني يعتبر سم داخلي البكتيريا يعتبر هذا البوتين سم داخل البكتيريا هذا المعنى أوكي طلاب يعني خانا وضحهاي فقرة بعد شي يقل هنا يقلك يعني شنو يعني شنو طلاب يعني يقلك يعني قدرة شوف شوف يعني القدرة السمية يعني القدرة السمية يقلك القدرة السمية مالة بكتيرية القونوكوكل مين اجتها هاي القدرة السمية يلا يلا جاوبني مين اجتها هاي القدرة السمية الى البكتيريا النيسيا قنوريا أو القونوكوكل اكو بيها قدرة سمية مين اجتها القدرة السمية الى هاي البكتيريا مين اجتها عفية اجتها من السم الداخلي من الاندوتوكسين أو الاندوتوكسيك اجتها القدرة من السم الداخلي زينا رح صنك اقل لك السم الداخلي من هو هذا السم الداخلي عفية السم الداخلي يا طلاب هو نفس Lemon Lipo Oligo Saccharides ياطلاب هو نفس السم الداخلي وهو نفس اللي يطل بكتيريا القدر السمية تمام هو هذا السلاح اللي انطل بكتيريا القدرة السمية تمام طلاب خوب واضحة كلش واضحة يعني لا اجيب لك هسا سؤال واقل لك يا با نا طبعا يكتب ويتش لا اقل لك يعني يقل لك اي من التراكيب السطحية الاتية يعتبر اندوتوكسين يعتبر سم داخلي يا هو عفية اللايبو اوليغو سكرايد هذا اللايبو اوليغو سكرايد هو يعتبر سم داخلي تمام طلاب تمام زي هسا لحد دولان طلاب خلصنا اهم الاسلحة واقوى الاسلحة خلصناهم ادرش يقل لك ينانب هاي فراعي يقل لك ادر بروتين عندي يا با يقل لك ادر يعني اخرى اخرى بروتين يعني بروتينات اخرى او اسلحة اخرى ادر يعني اخرى بروتين يعني اسلحة او بروتينات اخرى يقل لك اكو بروتينات اخرى او اكو اسلحة اخرى اوكي يعني هسا لنا موهمة صراحة عندنا بعد اثنين بروتينات ايضا يعتبر ان اسلحة على سطح الخلية الخلية البكتيرية اول 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 سلاح اضافي اللي اسمه LIB IPLIPH8 هذا سلاح موجود على سطح الخلية البكتيرية هذا سلاح أيضا موجود على السطح البكتيرية ودي sلاح ثاني أيضا مضاف اسمه FPP أيضا هذا سلاح آخر موجود على سطح البكتيرية بس واقع السلاحين مو مهمات تحتنا ماتقا عادي لنه مو مهمات ومثل ما دني الفوقانيات مهمة كلش مهمات يلا طلاب خل راجحنا بسرعة 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 لأسلحة راجحنا بسرعة كلش سرعة حلوة اوكي ويضن في بالك اول سلاح قلنا عدنا سلاح اسم البلاي صحيح سلاح اسم البلاي هذا يشبه الشعرة يساعد الخلية على الارتباط ويشردها من عملية البلع خوش وجينا قلنا يا بعد باع السلاح اخر اسم البور هذا السلاح الثقب راح يثقب لي جدار الخلية البكتيرية يثقب ليها ويسوي لي ثقب في جدار الخلية البكتيرية صحيح هذا الثقب شن فائدته يدخل المواد خلاله و بعد إنه يفائدته أنه يوقف لي عملية الخلية المناعية يوقف عمل الخلية المناعية والدول يجينا يا بعد عد سلاح اخر اسمه هذا سلاح اللذة بفائدته أول شئ ربط للخلية البكتيرية ربط للبكتيرية مع أخواتها ويساعد في ربط البكتيريا بالخلايا الجسمية وسونا مخاططينان قلنا يابا يربط لي البكتيريا مع المستعمرات ويربط لي البكتيريا في الخلية الجسمية مع الجسم الإنسان وقلنا يابا عندي هذا الـ RMB اللي هو البروتين المتغير أو السلاح المتغير قلنا هذا يقل الحجم منه تقل للظروف وقلنا مرات يرتبط مع البور ويكون لثقوب هذا الـ RMB يرتبط ويسوي ارتباط مع بروتين البور ويسوي لثقوب في جدار البكتيريا والدور قلنا يابا عندي سلاح كل شمهم اللي اسمه وقلنا يابا بالتركيب مارته ما بي وانتجين وقلنا هذا الـ موجود بالنسيرة اللي هي صاحبتنا وقلنا هذا الـ كل شمهم يعتبر شنو يعتبر السم داخلي أوكي وهو نفسه اللي يطيل القدرة السمية للبكتيريا خوش هذا خلاص مننا وقلنا يابا عندي بعد بروتينات وأسلحة أخرى مثل L-I-P H-8 وعدي هذا F-B-B إذن بروتينات مو مهمات أو أسلحة مو مهمة حتى لو متقران مو مهمات أوكي أوكي طلاب وعدنا هذا الاختبار وانتو أبطال بي عاشد ديكم يا للطلاب خنكمل إيلا يا طلاب الأحبنج ناخذ الباث